بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف الأنبياء والمرسلين وأخوتي وأخوتي السلام عليكم نكمل لهذا اليوم درسنا في الكمبينيشن اليوم درسنا في إضافة دوال إلى دوال راح ناخد اليوم مثل ما الكتاب نحن نمشي على الكتاب الكتاب عندنا شما أخذ؟ ما أخذ الدالة الأولى اللي هي أطقوف الأكس مساوية المن إلى جدر الأكس هاي الدالة من يجي نرسمها حاليا هاي الدالة من يجي نرسمها حاليا راح نتقر أسمها في هل شكل هذا نعم والدومين مال للدالة أف الدومين للدالة أف راح شي ساوي لي يساوي لي يقبل الصفر والإنبينيتي للمعلان هاي هذا الدومين مال التدالة أف وراح ناخذ الدالة الثانية اللي هي أف أو في الأكس اللي هي تساوي لي تساوي لي طبعا جذر السالب جذر السالب مصحوبه واحدة واحدة يعطي ساعدنا سوف نأخذ السحب 1 ناقص اكس هذه الدالة مالتها طبعا هي ترسم سوف نأخذ الرسم منها ترسم من نقطة الواحد هي بالاصل ترسم منها بالاصل ترسم منها لكن من سحبناها خلينا وياها واحد سوف نأخذ ان شاء الله بالانسحاب صار رسمها بها الاتجاه فش راح تصين عندي هذه الدالة مالت الاف هو عبارة عن الواحد من اليمين الواحد المغلق من اليمين الواحد يقبل المغلق من اليمين والسالب انفينيتي هذا الدومين هذا المفتوح هذا مجال الدالة ماذا راح نأخذ اليوم؟ راح ندرس انه اذا صارت عندي هذه الدالة عفوا خليني نغير التنميز مالتهم هنا نسميها جي للأكس دالة جي للأكس وهنا نقول دومين الجي صارت عندي دالتين الدالة اف والدالة جي راح ندرس اريد نشوف اذا قلنا اف زائد جي الدالة الناتجة اللي راح تطلع لي اللي هي اف زائد جي شلون جاية الصراف؟ راح ناخذ كذلك الاف ناقصا جي طبعا كل هذه المتغيرة اكس طبعا من اجمع سيطيني الدالة جيدة يعني هس انا من اجي اجمع ستصبح عندي الدالة جذر اكس زائدا 1 ناقص أو جذر 1 ناقص X هاي دالة الجمع دالة الطرح جذر X ناقصا 1 ناقصا X دالة الضرب جذر X في 1 ناقص X دالة القسمة جذر X علي من على جذر 1 ناقص راح نشوف هاي الدوال شين اللي راح اللي راح يصير بيه طبعا تباوع قبل أن ندخل قضية منطقية أنه أنا ش راح يصير عندي بالجمع الجمع مني يصير عندي دالتين يعني من أقول أنا F plus G للX هو عبارة عن جذر X زائدا 1 ناقص طبعا الدومين ما تدالة الناتجة من جمع دالتين بيش راح يكون الدومين دومين F plus G بيش راح يكون عندي راح يكون عندي دومين الـ F تقاطع دومين G راح يكون عندي تقاطع دومين الـ F تقاطع دومين G أو هي النقاط المشتركة بين دومين الـ F و دومين G فلاحظنا أنه احنا دومين الـ F هو منين متكون متكون من صفر أو إنفينيتي تقاطع تقاطع راح ناخد سالب إنفينيتي و الواحد فراح يكون دائما راح ينتج عندي أنه الناتج مالتين ناتج التقاطع طبعا مثل ما أخذنا بالفترات تعرفون راح يكون عندي الفترة المغلقة صفر و بواحد عفوا هذا ما أقصد بي أقصد بي الإنغلاق فراح يكون عندي هذا دومين الـ F و كذلك دومين الطرح و كذلك دومين الضرب و دومين القسمة كل هاي اش راح يصير عندي طبعا F ناقص G و كذلك G ناقص الـ F بدون تغاير بيناته نعم راح يكون عندي دومين مالتين كل هاي الدوالش راح يصير عندي شنو الدومين راح يصير عندي دومين هو عبارة عن 0-1 أو نقدر نقول هو عبارة عن تقاطع الدالة الأولى زائدا أو ناقصا تقاطع الدالة الثانية دومين الدالة الأولى تقاطع دومين الدالة الثانية جيد خلني جيه السائل من خلني جيه إريد نشوفه على الرسيم شنو اللي راح يصير عندي على الرسيم شنو اللي راح يصير عندي جيد نجي للبرنامج الولف راب نجي على البرنامج هنا نجي المن نجي للرسم الأول الرسم الأول إذا نجي الرسم حالياً ما راح يكون عندي طبعاً هذا الصم طبعاً ما جاي قبله جداً ما راح نجي للرسم الأولى هسا مثل ما جاي شوف احنا شراسمين هنا شي مهيئين طبعاً أنا مهيئ الدالة الأولى والدالة الثانية طبعاً تعرفون هاي الدالة الأولى هاي نتركها موحاجتها هسا موقتها جيد راح نجي للدالة الأولى هاي الدالة الأولى هي جذر الأكس وهاي الدالة الثانية هي جذر واحد ناقص اكس هاي الدالة الأولى منها جذر الأكس وهاي الدالة منها شنوية جذر واحد ناقص اكس جيد هسه راح شنسوي على نفس المجال راح نشوف الجميع بيناتهم يعني راح ناخذ هاي الدالة الأولى نقل لهنا للسرعة copy وهنا نقل له هاي الدالة الأولى وراح ناخذ الدالة الثانية أحسن كتابة مرة ثانية copy ونقل لهنا plus يعني الدالة الثانية هسه صار عندي صار عندي هسه صار عندي هاي الدالة اللي راح أضيفها اللي هي مجموع الدواء اللي هي مجموع الدواء مجموع الدالة شوف الدالة الأولى وين صارت عندي وين الرسمة عندي شوف الرسمة عندي فوق ليش لأنه قيم x قيم x راح تصير عندي قيم x الأولى زائد قيم x الثانية فلو فرضنا أنه احنا بداية الصفر x راح يعوض هنا صفر هنا صفر راح يطلع عندي جذر الواحد فراح يكون عندي هذا الرسم الرسم الفوق اللي هو رسم من اللي هو رسم دالة الجمع هذا هو رسم دالة الجمع جاي تلاحظ شلون جاي تلاحظ شلون تأثر أنه هذا الجذر وأشأطاني بالنتيجة أنه هاي دالة الجمع بين الجذر الأول أو دالة الجمع بالجذر الثاني خلقنا نسوي لها مثلا فد استايل مثلا يسمونه استايل نعم هنا المناخ نسمي ثك ثان المهم نركع غالية بعدين ندرس الثك إن شاء الله على جهه المهم عندنا هذا الجمع جمع الدالة الأولى زائد الدالة الثانية راح ينطيني هذا الشكل نأخذ الطرح من نقول الدالة الأولى ناقصا الدالة الثانية إيش راح ينطيني فنرسم هنا دالة نقلة الريد بعد نقلة راح نأخذ أسا بالبداية الدالة سكويرت سكويرت طبعا للأكس ناقصا هنا سكويرت المن للواحد ناقصا أكس جيد فهي صارت عندي الدالة الثالثة من نجي نرسمها شوفه جا يصير عندي جا يتلاحظ يولا جا يتلاحظ جا يصير عندي عندي إيش رسمي ثلاث دوال أنا أريد رسم بس الدالة الأولى فقط لازم ننطي انتر بالبداية نفصل ونقل أرسمنا الدالة الأولى جيد شوف هاي الدالة الناجعة انه الدالة الأولى ناقصا الدالة الثانية شوف هذا الرسم الأول طبعا هذنين الرسم Zaven رسما عندي مشكلة ما يставля لنخلي هذن رسما عندي المهم ماذا رح يصير عندي تلاحظ انه شوف الدالة الأولى منا بجهة اليمين الدالة الثانية منا بجهة اليسار شوف دالة التطرح طبعا دالة التطرح معاقدة حتى بالكتاب هو ما مطرق لها يعني ما مطرق لها مطرق لجمع فقط ومطرق لضرب فاش راح يصير عندي تلاحظينها شوف جاي يصير عندي جاي يصير عندي أنه هاي الدالة الأولى هاي الدالة الأولى جاي يصير عندي وهاي الدالة الثانية فاش ينتج عندي ينتج عندي هاي الدالة ينتج عندي هاي الدالة هاي الدالة اللي راح تنتج عندي ليش لأن هذا جذر داخل الجذور ش راح يصير عندي بالحقيقة راح يصير عندي الدالة بالحقيقة اللي داخل من نضرب الجذور X تربيع ناقصا X هاي الدالة الحسس عندي أنا من أجي أضروقه هسا تقول ليش صارت عندي شي یاً هاي الدالة أنا جذر X ناقصا واحد ناقص جذر X انفو بدون تربية وش راح تصير عندي راح تصير بها قيم سالبة وقيم موجب الياش لي عندي هاي الدالة هناش نوى هاي الدالة عندي هنا قيمها سالبة فراح تكون بها قيم سالبة وراح تكون بها قيم موجب فلاحظه عبرت هذا القطا وعبرت هاي النقطة ودخلت عندي من السالب إلى الموجب وين راح يصير عندي من السالب إلى الموجب يقول لك في هذه القيمة راح يضارب السالب وين الموجب يصير القيم متساوية عند الصفر أو يصير القيم متساوية عند النصف عند النصف يصير القيم متساوية فيصفر جيد هاي بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى دالة بالنسبة إلى دالة الطرح نذهب إلى من؟ نروح إلى دالة نرسم هنا دالة نروح نرسم دالة الضرب يعني الروح نقلة انه سكوير تي للأكس مضروبا بمان سكوير تي المان للواحد ناقصان اكس هاي هناش راح ترسم لي مينش ما رسم للدال اللي احنا سكوير اندي غلط احنا سكوير رتز ها احنا سكوير تي طبعا احنا سكوير تي مرسمها ايه ما تقول هذا اللي نجيل احنا درب الدواء نفس جمع الدواء احنا ما صعد للواحد لا بدا عند الرسم من الصفر بده عند الرسم من الصفر اخذ لك بلات رينج اخذ لك بلات رينج بلاد رينج ونبطي المن نبطي automatic راح يتصرف لي بالرسم أفضل فتلاحظ أنه هذا راح يصير عندي راح يصير عندي ضرب الدوال وكذلك الدومين مالت الدالة الأولى هو عبارة عن شنو عن الدالة عن تقاطع دومين الدالة الأولى تقاطع بين دومين الدالة الأولى ودومين الدالة الثانية جيد خلنرسم square root square root الأكس تقسيم square root 1-x جيد نرسم هذه دالة لا أحضرت القسمة طبعا لطيف رسم الدوال رسم الدوال جدا لطيف نتعلم منها وآي أموك شوف هذه الدالة الأولى منها شوف هذه الدالة الثانية منها شوف هذه الدالة تصير عند الصفر واحد هنا من هذا يصفر هذا على هذا يعني من الصير القيم متساوي يعني نصف على نصف تطيني أشقد القيمة تطيني القيمة عندي واحد أصير يعني واحد ناقص أكس فإذا كان أكس نصف واحد ناقص أكس نصف وهي الأكس من هذه الجهة راح أصير عندي نصف فراح أصير عندي نصف على نصف تكون القيمة أشقد واحد وتلاحظ هنا القيمة واحد وتبدي عندي بالزيادة طبعا رسم الدوال لازم أنت تتجي للدالة تدرس هدال لدالة يعني تدرس كيف لون تصرف هين لأن قلت لك أنا دراسة الدوال يعني مو دراسة الرياضيات بصورة عامة وفهم الرياضيات هي مو أنه كلام يعني كلام هوجه شيء قال يعني فلاحظ انها الدالتين ذنين من نجمعهم ولاحظنا الدالتين من أضرمهم ولاحظنا الدالتين من نقسمهم جا às صير بالقيم جا يصير عندي بالقيم ناخذ هسе نتعرفنا على هذن الدوال ناخذ قضية بسيطة انه كيفية إيجاد الدومين وكيفية إيجاد يعني شلون نلقي دومين الدالة وشلون نلقي رينج الدالة جدا المهم أن نجد دومين الدالة طبعا دومين الدالة الجذرية أغلب يعني من أليه ألقى دوماين الدالة جدرية شلون قدوب من الدالة الجدرية عندنا الدالة التي راح ناخد هاليوم الدالة جدرية أف أوف الأكس يساوي أنه جذر شنوه داخل الجذر سلون نلقي المقام أول ما نغ والذي داخل الجذر أكبر أو يساوي صفر أكبر أو يساوي صفر ونجد الفترة هذا إذاان صارت عنده دالة جدرية يعني ناخد مثال которые أف أوف الأكس يساوي أنه جذر الواحد ناقص أكس جيد شلون القلن دومين نقل للدومين هو واحد ناقص اكس الريده دائما اكبر او يساوي الصفر يطلع الواحد اقل او يساوي منين من الاكس العفو فاش راح يصير عند الفترة هي كل اكس اقل منين من الواحد اذا اقل او يساوي الواحد فراح نخلي الواحد وسالب انفينيتي نقل لهذا الدومين مالت الدالة مالتي جيد ماذا لو كان الجذر في المقام مثلا لو كان دالة او في الاكس يساوي لواحد على جذر واحد ناقص اكس نفس القانون لكن مع اختلاف بسيط انقل لريد داخل الجذر واحد ناقص اكس اكبر لكن مو يساوي اليساوي ما يخدي مني هنا يعني اليساوي راح يصفر للمقام والمقام ما اريد يصفر فراح يكون عندي واحد اكبر منين اكبر من الاكس وراح يكون عندي واحد مغلق وسالب انفينيتي شنو مفتوح هذا الدومين بس الواحد بس الواحد استثنينا اللي هو يصفر للدالة لو كانت الدالة متكونة من بسط ومقام مثلا ف او في الاكس يساوي لواحد على اكس تربيع ناقص واحد شنو الدومين ما لها ينقل بسيطة الدومين هو كل عناصر ار ما عدا القيم التي تجعل المقام يساوي صفر يعني كل ار ما عدا القيم التي تجعل المقام يساوي صفر يعني القيم التي تجعل المقام يساوي صفر يضطيني قيمة غير معرفة فاستثنيها اذا اقل لأكس تربيع ناقص واحد يساوي صفر اذا اكس تربيع يساوي لواحد اذا الاكس يساوي لموجب ناقص واحد اذا القيم التي تجعل المقام يساوي صفر هي موجب واحد وسالب واحد اذا الدومين ايش راح يكون عندي هو كل ار ما عدا سالب واحد والواحد طبعا قوس مجموعة ما عدا سالب واحد والواحد كل الأعداد الحقيقية ما عدا هذان العددان اللي هن يخلن المقام يساوي صفر واحد هاي بالنسبة بصورة مبسطة بصورة سريعة على كيفية إيجاد الدومين على كيفية أما إيجاد الرينج إن شاء الله فراح نجي بموضوع آخر مو هنا إيجاد الرينج لازم نجي دي المعكوس وبعدين نلقي الرينج منيين شلون نلقي زين عندنا هس موضوع جدا مهم موضوع جدا مهم ويحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى فهم جيد شنو هذا الموضوع الموضوع يسمونا Composite Functions يسمونا Composite Functions Func T-I-O-N يعني تركيب الدوار نسميه إحنا تركيب الدوار شنو يعني Composite Functions وشنو يعني تركيب الدوار شون نجي نركيب الدوار خلاجي أضرب لك مثال خلاجي أضرب لك مثال على يمين على Parometrics زين شنو المثال المثال إحنا لو كان عندي نظام إحداثي هذا عندي نظام إحداثي نجي هسا هذي الأكس نعوضهن بالدالة إيش راح تطيني راح تطيني قيم واي جيد هاي واضحة جدا واضحة فكرة بدي هي عندنا زين خلنش نجي هسا نفرض نجي نفرض أنه هذا الأكس اللي جاي يدخل اللي جاي يدخل بالدالة خلنقول مثلا عندي هاي الدالة ويساوي لي أكستر بيع زائدا واحد نجي نرسم هاي الدالة ويساوي لأكستر بيع زائدا واحد هذا الواحد عندي هنا هاي يصير رسم هالدالة وإن شاء الله في هاي المحاضرة إن شاء الله راح ناخذ شنو شلون نسحب هالي فوق هاي هاي الدالة مالتي هي أكستر بيع زائدا واحد جيد نلاحظ أنه به هاي الدالة هذا المتغير يسمى بالمتغير المستقيل وهذا المتغير يسمى بالمتغير المعتمد على اليمان على المتغير المستقل جيد لكن هذا المتغير احنا عندنا عدد حالات مرات نجيبه من العدد الحقيقون عوضة مباشرة بالدالة مثل ما هل سنجي مثلا نجيب عدة أعداد مثل في نفس هاي الدالة نعوض الواحد مثلا 1 تربيعي شيطيني إذا الـ x هنا عندي مثلا إذا نقول هنا الـ x عندي هي الـ x وهاي الـ y إذا الـ x عندي 1 فالـ y عندي 2 إذا الـ x عندي 2 فالـ y عندي 5 الـ eたربيع زائد 1 5 هاي عندي ثلاثة هاي عندي عشرة هاي قيم الى X خدوان لزيب مرات الى X هو اصلا مو مستقل مرات منيجي لل X ش نلقى ال X هو اصلا جايني من دالة أو في التى جايت تفهمني جايني اصلا منين من دالة أو في التى وهايddالة مثلا قلة X شي ساوي لي T مثلا تربيع زائد треть باوي علي باوي علي ايش رح يصير عندي هسه باوي علي إيش رح يصير عندي اذا ش رح يصير عندي رح يصير عندي هايddالة هي Y تربيع زائدان واحد جيد وهايddالة خلنا نجي نرسمها وين thankful بالطرف الآخر هاي الدالة عندي Y تربيع زائدان واحد هاي الدالة هاي الدالش تحتاج تحتاج أعوض X ال-X جيد ال-X بي أصلا هو يعتمد على دالة ودي تي تربيع زائدا واحد زين هاي تي منين نجيبها هاي تي حاليا نحن ناخذها متغير مستقل متغير مستقل ممتاز متغير مستقل هسا ما عندي اي مشكلة هسا خلنجي نجرب مثلا خلنجي نجرب إذن من المتغير المعتمد هنا صار عندي متغيرين معتمدين صار عندي الأكس متغير معتمد على تي والواي متغير معتمد على الأكس واضحة صار عندي الأكس متغير متغير معتمد على التي والواي متغير معتمد على اليمن معتمد على الأكس فبالحقيقة راح يكون عندي متغير مستقل واحد فقط وهو التي هذا التي فقط هو المتغير المستقل أما بالنسبة للأكس يعتبر مستقلا بالنسبة إلى المتغير وال ومعتمدا بالنسبة إلى المتغير تي نسميه متغير وسطي نسميه متغير جدا مهم نفهم هاي الفكرة جدا ضرورية بتركيب الدوال وبقاعدة السلسلة بالمشتقة وراح تفيدنا بالتكامل تفيدنا بهواي أمور نجي جدا نفهمها هاي الفكرة إذن هسه شراح يصير عندي أنا شراح يصير عندي أنه راح يصير عندي الدالة مالتي أف أوف الأكس أو خلنا نكتبها هيت شي مو أف أوف الأكس نكتبها أنه الواي يساوي لي أكس تربيع زائد واحد شي يدخل بيها يدخل بيها متغير أكس وهذا الأكس منين جايني من تي تربيع زائد واحد ومنها أجي أدخل تي إذن المتحكم عندي هو تي زين خلني جي نفرض هسه خلني جي نفرض خلني جي نمسحايا اللي فوق عندي ما عندي أي مشكلة بيها ونجي هنا نحدد هذا عندي هنا وش حتي نجي نرفع لي هنا لي فوق وش راح يصير عندي نقله لنفرض أنه هاي قيم التي وش راح نحدد هنا قيم الأكس وهنا ش راح نحدد قيم الواي وي زين التي حتى أطلحها طبعا هذا أكس هو تي تربيع زائد واحد وهذا الواي هو أكس تربيع زائد واحد على سبيل المثال زين خلني نعوض هنا نبدأ بالتي شنبدي نبدأ بالتي قيمتها صفر جيد إذا تي قيمتها صفر صفر تربيع زائد واحد الأكس قيمتها إش قد واحد زين الواحد نعوض هنا الوايش قد قيمتها اثنين جاي تلاحظ ويا زين نجي هنا اش عندي ناخذ تي قيمتها واحد إذا أخذنا تي قيمتها واحد الأكس إش قد قيمتها اثنين نعوض الأكس قيمتها اثنين اثنين تربيع زائد واحد الوايش قد قيمتها خمسة نجي ناخذ هنا اثنين اثنين تربيع زائد واحد خمسة هنا خمسة تربع زائد واحد ايش راح يطلع عندي ستة وعشرين وهكذا تلاحظ هاي قيم اكس اللي تعتمد على قيم تي وهاي شنو هي قيم واي التي تعتمد على قيم اكس زين ومكان ما اسوى هاي عملية منا هاي عملية وبعديا انتقل الى عملية ثانية اريد اخلي انه الواي يعتمد مباشرة على اريد اخلي المتغير واي يعتمد مباشرة على المتغير تي شلون هاي العملية مو معناها انه اتجاوزها لا ما اتجاوزها لكن اخليها مبطنة اخليها بيمن مبطنة ايش راح اسوى بهالقضية هاي يعني بهاللحظة ايش لون احل هاي المشكلة اها هسا نقل لك الشوهر راح نحل هاي المشكلة راح نعوض مكان ال اكس تربع نقل لها واي يساوي لي اكس تربع زائد واحد زين ال اكس هنا شي ساوي لي تي تربع زائد واحد اذا نقل لها واي يساوي لي تي تربع زائد واحد الكل تربع زائد واحد يعني عوضنا emekan كل اكس بما يساويها واضحة ان شاء الله فاش صارت عنdi هسا صارت عندي الدالة تلاحظ هسا متعوض الصفر يطلع عندك واحد متعوض الواحد يطلع عندك خمسة واضحة ان شاء الله متعوض الواحد ايش يطلع عندك خمسة ومن نعوض مثلا الخمسة إيش راح يطلع عندي زائد انتر بي زائد واحد يعني هنا راح يطلع عندي أي نعم من نعوض هنا طبعا هنا نعوض مثلا خي نقول عوض الاثنين اللي هي ربعة زائد واحد خمسة وعشرين زائد واحد ستة وعشرين فتطلع بصورة مباشرة هذا القضية العملية اللي سوينها هاي العملية اللي حاليا نسميناها يسموه تركيب الدوال هو هذا تركيب الدوال هذا يسمى بتركيب الدوال هو هذا تركيب الدوال خاف واحد يعني ما يعرف شنه تركيب الدوال هاي حقيقة تركيب الدوال هاي فائدة تركيب الدوال أنه هذا المتغير اللي هو يكون مستقل بالنسبة لهاي الدالة هو حقيقة مو مستقل هو أصلا يعتمد على متغير قبله وحنا نريد نحاول هاي الدالة مباشرة أن تكون تعتمد على المتغير الذي قبله فنجي هسا شنقل لي نقل لي إذا نريد نعرف تركيب الدوال أنه راح تكون عندي دالتين الدالة الأولى خوش حتشي الدالة الأولى والدالة الثانية شبيه هملي متغير آخر هملي متغير آخر طبعا نحن من نرمز لأكس نقل لي مثلا جي أو في الأكس خوش حتشي نحن شنريد مرة نقل لي تركيب الجي لكل أكس لأن الناس راح يطلع لي دالة بالأكس وأنا ما جاي أعتبر هنا شنوى يعني أريد أخلي هذا الأكس يعتمد على هاي الدالة من أقول أف أو في الجي أردخلي مكان هذا الأكس هاي الدالة كلها فأف أو في الجي ش راح يصير عندي أف أو في جي للأكس يعني مكان كل أكس أخلي جي للأكس جي أو في الأكس جي أو في الأف العفو للأكس أقول لي j of المن of of هذا قانوني جدا مهمات يعني of of j يساوي لف للgx jof l f يساوي لن ج of of هذا يسمى بتركيب الدوال وإذا أريد نضرب لمثال نقول لي يجي ال서 يدخل وين مثلا نفرغ الساحة إذا أريد أساوي of of g of of g للx اللي هو يساوي لي F O F G X شنقله نقله تجي ل X تدخل وين تدخل بالدالة G O F F X وياي تدخل بالدالة G عفوا أرتبها لكم أحسن نقله تدخل بالدالة G ش تطلع من الدالة G تطلع من الدالة G G O F F X هاي G O F F X تدخل كلها وين تدخل بال F ش راح تطلع لي F طبعا نرسب عليها نعم هذا المصنع ما لها سرح يصير F O F G O F F F X يعني هذا المتغير راح يدخل بالدالة G والناتج مال الدالة G يدخل بالدالة F هذا F of GX إذا ندرس G of F للX اللي هو ش راح يساوي لي G F of X كلها راح يجي لX وين يدخل يدخل للدالة F من الدالة F ش راح يخرج صورة F of X هاي الصورة ترجع وين تدخل تدخل بالG هذا المصنع مال G وتنتج بعدين G of F of X هذا يسموه عندي تركيب الدوال اللي هو تركيب من تركيب دالتين نجي ناخذ عليه أمثلة زين بقعدنا سؤال بقعدنا سؤال هسا من نجي ناخذ تركيب ذن الدالتين نريد نشوف ش راح يطلع الدومين الدومين ش راح يطلع عندي ش راح يصير عندي نجي ناخذ الصفحة الأولى ناخذ الدالة الأولى F of X يساوي لي جذر الأكس وناخذ الدالة الثانية G of X يساوي لي أكس زائدين واحد جيد راح ناخذ مثالي راح ناخذ F كومبوز جي للأكس وراح ناخذ بعدين المثال الثاني جي كومبوز الأف نقل له F كومبوز جي هو بالحقيقة نجي شلون ننحي نجي ننزل الأف وينها الأف هاي الأف اللي هي جذر الأكس الأكس أنا مو عندي أكس واحد هنا بالنص راح أكتب أكس هذا الأكس كله ش راح أعوض مكانه مكان كل أكس ش راح أعوض بي أعوض بي الدالة كاملة X زائد واحد هذا يصير F O في جي F O في الأكس واضح طلب يعني هذا مو أعوض هنا أنزل الأف في البداية أنزل هاي بالبداية اللي هي الأف ومكان كل أكس بالأف أعوض جي أو في الأكس كاملة اللي هي X زائد واحد خلي نشوف جي أو في الأكس أو العفو جي أو في الأف الملي المتغير أكس ش راح يصير عندي أول ما أعوض الدالة الرئيسية اش قد مكان كل اكس اعوض الاف اجي امسح هاي الاف واقل لمكان كل اكس هنا اكس اعوض الاف كاملة اللي هي راح اصير عندي جذر اكس ممتاز ازين الدومين اش راح يصير عندي دومين الدالة انا عندي دالة هسة عندي دالة ايه انقول هنا اف اوف اف كومبوز جي عندي دالة اكس الدالة اكس تدخل بي من بجي ناتج يطلع عندي جي اوف الاجي 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 الاصلية الي عبرني. فانا هسا من اخذ مثلا اف او في الجي اللي هو راح يصير عندي جدر الافklärات واحد. راح يصير عنديendesين الاسمي وهنا سالب واحد ويصير عندي هنا شنوه الانفينيتي. السالب واحد والانفينيتي زين هذا السالب واحد والانفينيتي ياanced Эм!!!! واضحة او لا واضحة الشراح يصير عندي هنا Cruz Renny 할ering يفرق يفرق الدومين مو مثل الـ domain يعني مو مثل الـ domain اللي بقية الدوال الـ domain هنا جداً مهم أن نعرفه Z خلنا نعرف الـ domain مالة الدالة هاي الأخرى طبعاً هنا معروف شين الـ domain هاي الدالة وراح يكون عندي الـ domain 0 منها و infinity شلون طلعنا هذا الـ domain؟ شلون عرفنا هذا الـ domain؟ أجي أشرح لك جداً مهمة قضية الـ domain يعني المجال شنو مجال الدالة المركبة؟ خلنا نجي نشأ أول ما نكتب الـ domain الدالة F عندي شراح تساوي لي جدر X والدالة G شي طبعاً أخذ للإختصار X زائداً واحد لا عفوا بدون جدر بدون جدر ما لاحتاج جدر شراح يصير عندي هنا نعم الـ F Compose G شراح يصير عندي الـ F Compose G راح يصير عندي جدر X زائداً واحد G Compose F شراح يصير عندي جدر X زائداً واحد جي أريد نشوف شنو المجال ما هو المجال؟ نقول مجال تركيب دالتين هو العناصر التي ناتجها من الدالة الأولى ناتجها من الدالة الأولى يكون مجالاً 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 للدالة الثانية أحفظ هذا يمك يكون مجالاً للدالة الثانية هذا كتبة يمك وقف الفيديو كتبة يمك خل أجي أشرح لك شنو هذا بالتفصيل حتى تعرف جداً مهمة هاي جداً مهمة العبار خلنجي نفرض عندي دالة أولى اللي هي عندي هاي الدالة F وهاي الدالة إلها دومين 1 شنو إلها دومين 1 خلنفرض شنو الدومين مالتها للبساطة الدومين مالتها X1 X2 X3 جيد وعندي دالة G المين G الدومين مالتها نقول علي Y1 Y2 Y3 جيد هذا الدومين الأول يعني هاي العناصر تابعة إلما للدومين مالتها G وهاي العناصر إلما تابعة للدومين مالتها F من أجي أقول F Compose G جيد نحن نعرف F Compose G للX شنو معنى شنو معنى F Compose للجي شنو معنى F Compose للجي معنى أنه عندي X عناصر تدخل وين؟ باعلي عناصر وين تدخل؟ راح تدخل بالجي زين وتدخل عندي Gx واضح يولا؟ تدخل عندي Gx وهذا Gx وين راح يدخل كله؟ راح يدخل بالF وراح يصير عندي شتخرج عندي F المل للجي أكس واضح إن شاء الله؟ يعني عندي عناصر تدخل بالجي إش تنتجلي؟ تنتجلي Gx وهاي Gx تدخل بالF إش تنتجلي؟ أف للجي أكس هاي العناصر هاذا شنو مع؟ هذا يدخل نسميه هذا العنصر؟ راح يدخل وين بهذا التطبيق؟ أو هاي الدالة؟ أو هاي شنو صورة العنصر؟ صورتين صورة بطن صورة؟ يعني هاذا صورتين بالنسبة للجي هاي وبعدين الصورة كلها مال تندخلها بالF وش تنتجلي زين شنو مجال هاي الدالة؟ أو شنو مجال هاي الصور؟ نقل للمجال هي عناصر جي ذني بس ياهن منهن؟ مثلاً مثلاً الواي وين من هاي دخلي يش أطاني جي للواي وين الواي 2 هاي دогодاني جي للواي توا這一 هاي دغاني جي للواي 3 جي للواي 3 جي اذن هذن الواي 1 والواي 2 والواي 3 من دخلناها طبعاً هنا في دومين الجي في مجال الدي مندخلناهن بالجي ايش انطاني اطاني ثلاث صور زين هسه حسب التركيب لازم هاي الصور وين ادخلها يعني راح ادخل اف اوف الجي للواي 1 مو صحيح زين وبعد ايش ادخل اف اوف الجي للواي 2 وبعدين ايش ادخل سهم سهم للتوضح اف اوف الجي للواي 3 جاي لنفرض لنفرض ان اف اوف الواي جي ايش اطاني معرفة اكو قيمة وهاذش اطاني هاي معرفة وهاذش اطاني غير معرفة يعني جي واي 3 من ادخلها بالدال لأف يطيني نتيجة غير معرفة اذا الواي 3 ما ينتمي للدومين ما لهذا التطبيق بس دا للعنصرين المن ينتمن ينتمن الدومين هذا التطبيق التطبيق التركيب اذا يعني شنو الدومين هي العناصر التي اذا عوضناها في الدالة الأولى كانت الصورة الناتجة معرفة في الدالة الثانية نكتبها بالعربي حتى يوضح يعني ما نعلاقة بالانجليزي نقول هو العناصر التي اذا عوضناها في الدالة هذا الصورة الناتجة أنظر في الدالة ال Rim ينتمي هذا العنصر يعني دومين هاي روح او فكرة دومين الدالة الاولى فلازم هنا نركز شنو نركز عليه هين ببساطة فاحنا عفوا بتركيز مو ببساطة فاحنا شما اخدين هساش اخذنا طبعا اخذنا كم دالة اخذنا كم دالة عندنا طبعا خذا نجي هسا نشرح التركيب مالتين اخذنا الاف اف اوف ال اكس قلنا شنو هو عبارة عن جدر ال اكس مثل السؤال اللي موجود بالكتاب هذا جدر ال اكس جيد واخذنا عبارة عن جي اكس هو عبارة عن من عن اكس زائدا واحد فمن نجي نقل اف اوف جي نجي نقل اف اوف تفرق يعني هنا من قل اف زائد جي من اقل اف ناقص جي من اقل اف على يمان على جي من اقل مثلا اف في جي هاي شنو هو عبارة عن تقاطع الدومين الاول والدومين الثاني ما عندي اي مشكلة طبعا تعرفون الدومين مال هاي الدالة هو عبارة عن مغلقة بصفر بانفينيتي وتعرفون الدومين مال هاي وهو عبارة عن سالب من اليمين واليسار ما عندي اي مشكلة فتقاطع اذن نتطلع هاي الدالة لكن نجي هنا المن نجي هاي الدالة نجي المن نجي هاي هاي الدالة نجي المن نجي هاي الدالة ايش راح يكون عندي اريد نشوف مثلا الاف كومبوز الجي المن طبعا راح يكون عندي للاكس اللي هو هواني انكت resilience فلده نقرأ لننا Werkجيد جيد راح يكون عندي دولان هاي الدالة فلح يكون عندي للاكس طبعا دولان الاسالب وح Lil bucks ليس يكون عندي سالب واحد وح plat ليس يكون عندي سالب واحد و Chill اكن اقولف لك ليس يكون سالب واحد و Chill الور هاي الدالة المعرفة هنا عまで صور هاي الدالة نجي المن نجي الهاي الصور هاي الدالة ليش؟ لأنه أنا هنا عندي الدالة الكبيرة هي ال-F وداخلها يا دالة G-O في ال-X فأجي المن أدرس هاي الدالة اللي هي البدداخل أقول شن الصور مالت G-O في ال-X المعرفة عند ال-F-O في ال-X خلني جي نشوف طبعا هنا تحمل مالانة هاي من الصور لأنها متعددة حدود الدالة فتحمل مالانة هاي من الصور إنقلمه هنا السالب ما يخدمني الصور إذا كانت الصور اللي أنا راح أودي جيو في الأكس وين أحولها راح منت когда تطلع نتيجتها أودها الدالة الأف والدالة الأف جذر والجذر تعرفون ما معرف بي معرف بي إلا الصفر هنا عندي معرف وش معرف عندي الينفينيتي معرف بجذر معرف عندي بالجذر الصفر والإنفينيتي في إنقلمه شين القيم شين القيم اللي يعنيọi الذي تخلي عندك الصفر والإنفينيتي إنقلا راح يصير عندي السالب 1 لحد الإنبينيتي سالب طبعا نحن نقدر شلون نقدر مني طلع هذا التطبيق عندي جاهز كذلك نطبق لي هالأعمالي إنقلا زادا واحد أكبر أو يساوي صفر والأكس أكبر أو يساوي شنوال يصير عندي سالب واحد وحسب النظام اللي إحنا ما أخذينه شراح يطلع عندي سالب واحد مغلق أو إنبينيتي وما عدنا أي مشكلة أنا جاي أدرس لك الفكرة جاي أدرس لك روح الموضوع مو بس الطريقة الطريقة أخذناها وانتهت وتعرف أنت إن شاء الله تحيلها وتأخذ درجة كاملة بالامتحان ما عندي مشكلة أنا أريد أشرح لك روح القضية حتى أنت تفهمها لأنني كلش مهمات بمادة التابولوجيا بالتحليل الرياضي لازم تفهم القضية شنو شنو الموضوع وبس تحل طريقة وتطلع قبل لا ما يصير هذا مو رياضيات هذا هذا مو رياضيات نجي المن كذلك نجي إذا قلنا له مثلا جي أوف الاف كذلك نجي شوين درسه يعني نقل له Pak هذه الدالة لن نعود جثرة لاحظ سنستثنينِ قضية من الصفر للإنفيني stumbled نجي لدالة هاي الأساسية ستعرف معه المعرف عندك أنت المعرف عندك الصفر والإنفينيتي جيد إذا معرف عندك الصفر والإنفينيتي شن الصور اللي تطيني هنا معرفة نقول لأنا وكل الصور ما لتي معرفة إذن يبقى المجال على ما هو عليه ما رح يتغير لا ينقص ولا يزود إذن رح نوصل للنتيجة رح نوصل للنتيجة نقول دائما شنو تقريبا تقريبا كمقضية عامة مطريقة عامة أنه الدومين الأخص هو اللي يخدمني وما يخدمني الدومين الأعلى خلصنا من موضوع خلصنا من هذا الموضوع حاليا ننتقل المين إلى موضوع الشفتينج الشفتينجتج لغرفة عامة موضوع شفتينجتج لغرفة عامة موضوع الشفتينجتج لغرفة عامة موضوع